اللي عايزة كمان اطمن حضراتكم عليه ان احنا حطينا من دلوقتي سيناريو للصيف القادم صيف 25 يعني اذا كنا النهاردة بنتكلم على ان احنا وصلنا الى استهلاكات 37.5 طيب طلبت من السادة الوزراء يقولواي طب احنا تقديراتنا للفجوة للصيف القادم هتبقى اديه وديت حسبت هتبقى في حدود من 3 الى 4 جيجا اضافية محتاجينهم للصيف القادم وعشان كده كان التوجيه ان احنا كدولة حطين خطة واضحة جدا لادخال الطاقة الجديدة والمتجددة وانا بستمع دايما للسان حال الناس طب هي فين خطة الدولة لادخال الطاقات الجديدة والمتجددة وامتى حيتم تفعيلها حيبقى ان شاء الله 3 ا4 جيجا دول او تحديدا احنا هنستهدفى لل4 جيجا عشان نكون في الاحتياطيات او نكون مأمنين نفسنا حيبقوا كلهم بالاعتماد على الطاقة المتجددة ودي من خلال مشروعات بالفعل حاليا قيد التنفيذ قيد التنفيذ انما احنا الحقيقة مع القطاع الخاص اللي بينفزها هنبدأ نسرع ونبكر تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات عشان تدخل قبل الصيف الجاي وبالتالي يبقى ده جزء كبير من خطتنا ان احنا بنزود الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنتجنب ان شاء الله اي نوع من مشاكل للكهربا والاهم ان احنا بنقلل من خلال دخول الطاقة الجديدة والمتجددة احتياجاتنا لاستراض المواد البترولية سواء مزود او غاز او خلافه فده كله ان انا بشرحه لحضراتكم عشان نبقى بنطمن المواطنين ان احنا شغالين من دلوقتي على الصيف القادم وعنينا على صيف 25 في هذا الشأن الجزء المهم جدا احنا كمصر النهاردة شايفين مستقبلنا كله في الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والهايدروجين الاخضر عشان كده الحقيقة وده كان تكليف للمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية برئاسة السيد الفريق نائب رئيس الوزراء ووزير الصناع والنائل ان نشتغل بصورة كبيرة جدا وسريعة جدا على سرعة توطين مكونات الالواح الشمسية والمحطات الشمسية ومحطات الرياح بسرعة جدا يتعمل لها المصانع اللي تمكن مصر ان شاء الله نكون ان هذه الصناعة تكون صناعة محلية ونقدر ان احنا نتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الرياح لان بالفعل احنا تعقدنا كوزارة كهرباء في الفترة السابقة على كميات كبيرة جدا من المشروعات اللي احنا هندخل بيها الطاقة الجديدة والمتجددة لكن مش عايزين ان احنا يبقى اعتمادنا على السراط لهذه المكونات عشان كده ان شاء الله هيبقى كل شغلنا الشاغل للفترة الجاية سرعة توطين هذه الصناعة المهمة جدا جوا البلد علشان نبقى الاعتماد في الاساس على المكون المحلي ونتجنب ان احنا نستورد مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة الجزء ده انا عايز هنا اقدم ويمكن دي انا اتكلمت فيها مع السادة الوزراء النهاردة ان احنا بتنقول حنجيب شحنات كبيرة جدا عشان نعدي الصيف ولكن مهم جدا نستمر في خطط الترشيد بتاعت الكهرباء ترجمة نانسي قنقر